السلام عليكم سيد بيسام انا مشترك معك في كورس تحليل موجي بعد ما شفت فيديواتك على اليوتيوب وعجبتني طريقة تحليلك يعني فعلا والله يعني كورس ما ما يقدر بثمن والله احسن كورس يعني اشوفه في حياتي فعلا فيه اه كل شي يحتاج المتدولة حتى يبدأ في هذا المجال يعني في ها السرار يعني عمري ما شفته في مكان ولا ولا عند شخص وانا بس حي شخص يعني يدخل في هذا المجال يعني 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 يحفظ هاتي كورس والله يعني ما يحتاج غيره لا حتى يحترف هذا المجال اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درسين جديد وفي تحليل جديد سنقوم بتحليل عملات قالة يعني من الشباب طلبوا من هاد هاد العملة ونحن دائما نكون عند اه ننزل عند رغباتكم ونحاول ان اه نجيب على كل تساؤلاتكم ورغباتكم لانه بدون لكم هاد القناة لن تكون اه الفضل ثم الفضل يعود لكم في تطور هاد القناة وفي كونها من افضل قنوات في العالم العربي فيما يخص التحليل الموجو برايس اكشن فيما يخص التداول في كل الاسواق فوريك سكريبت واسهم مواد اهولي اذا سنقوم بتحليل عملات قالة لكن قبل البدعكم الاشتراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطها اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضوا في هذه القناة المجانية التي اشارك معك فيها ارباح المشاركين في دوراتنا التدريبية شهاداتهم صوت وصورة صفقاتهم شهاداتهم وكذلك نشارك معكم اخر العروض وهذا اخر عرض وسميته عرض خطير لانه خطير جدا تحصل فيه على مئة بالمئة مما تحتاج لكي تحترف تداول ثلاثين بالمئة تعطيك اياها الفيديوهات دورتين وليس فقط دورة واحدة دورة التحليل الموجي كما لم تراه من قبل لا ليس اليوت تحليل الموجي ليس اليوت مختلف تطوير اليوت والبرايس اكشن التي يعني لم ترا هذا البرايس اكشن من قبل تعتمد على المنطق تعطيك ثلاثين بالمئة مما تحتاج والسبعين بالمئة الباقية تحصل عليها في قناة التحليلات اليومية لان في هذا القناة نحلل يوميا من الاثنين الى الجمعة كل الاسواق بوريكس اسهم مواد اولية عملة رقمية نحلل كل الاسواق يوميا كما قلت من الاثنين الى الجمعة نطبق يوميا ترى باوم عينك ما نتوقع ويحدث بنسبة تسعين بالمئة وهذا في هذا العرض تحصل على اربعة اشهر اشتراك في هذا القناة التي تعطيك سبعين بالمئة اذا القناة التحليلات اليومية هي اهم بالضعف من الفيديو هذا كذلك ستحصل في هذا العرض على كتاب استراتيجيات يلخص لك كل ما درسته من استراتيجيات في هذه الدور هذا الكتاب لن تحصل عليه الا بعد ان تكمل الاربعة اشهر حتى لا يتم ما تشتيه وتركيزك كل هذا بمئة و سبعة و تسعين دولار اذا معنا تتعلم تطبق وتحقق الارباح في نفس الوقت ان كنت جادا في التعلم رابط الاشتراك اثبت في تعليقات هذا الفيديو اول رابط وفي صندوق الوص بهذا الفيديو كذلك والرابط غط علي توصل معي مباشرة للخاص ان الذي وجاوبك وتبدأ رحلتك نحو الخمسة بالمرة بالحين وتبتعد عن الخمسة والتسعين بالمئة الخاشرين لا تنسوا كذلك اذهب للموقع برو ويف تريدر دوت كوم ان كنت من هوات القراءة وستجدوا كتوبا يمكنكم تحملوها مجانا مثل ده الاساسي لشمال اليابانية اضغط على مجانا دائما لك الخاص وتصلك الكتوب لملك الخاص عملة اليوم هي عملة سنقوم بتحليلات العملة من من يعني من الاول اذا لاحظوا معي في هذه العملة نرى انه كان هناك بيك بوي هنا في هذه المنطقة كان يحضر قوي ثم طار السعر هنا منطقة تداول لما يسمى بسمارت ثم بعد ذلك طار السعر وطار السعر بزيادة في المومنتوم بزيادة في الزخم بزيادة في المومنتوم وبزيادة في الزخم اذا اي الهبوط بالنسبة لي ما هو الا تخفيض ربما لصعود اخير لعادة ارتبار القمة اذا عملة قالا ممكن تصل الى الدولار الى الدولار ممكن طيب او على الاقل الى السفر تمانية سنت طيب الان السؤال الثاني هل اكتملت هاته البنية التي يبحث عن الصعود هنا سنرى طيب اذا ركزنا في هاته البنية سنجد ربما يكون يكون هذا هو اول نموذج مع تصحيحين هنا نازل كسر القاع اوكي اذا كبنية وان تو تري كبنية مكتملة مفروض انه بعد بعد هاته ثري ان يطير السعر لكن الذي وقع انه بدأ اعتناد الحركة القوية ثم بدأ ينزل بطريقة متدبدة ثم اعتناد الحركة القوية وكسر القاع ولكنه كسر القاع بطريقة متدبدة طيب 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 جميل جدا عندنا حلين لا ثالثة لهم للصعود للصعود اذا كان هذا هو النموذج التصحيحي الذي سيطير السعر اريد ان احاول استغلال الفرصة في منطقة ما هنا ادعو تحت الفرصة وبعد ذلك مع كسر ياتي القمة احاول وقت خسارتي الى بريكيفن واتركوه لانه هذا قد يكون تصحيحا للنزول كذلك لكسر القاع في حالة ما اذا كان هذا هو النموذج التصحيحي ركزوا معي جيدا هذا اذا كان هذا هو النموذج التصحيحي وهذا هو الرانين فهذه منطقة تمركز الاموال للنزول اذا كان النموذج التصحيحي هو هذا عفوا اذا كان نموذج التصحيحي كمان كمان اذا كان نموذج التصحيحي هو هذا هو هذا الرانين فالبنية اكتملت هنا ولدينا زيادة في الزخم تحتاج فقط الى فرصة هنا البحث عن الصعود جميل جدا طيب اللي نرى على الأربع ساعات مدى لدينا وارد ان ارى فقط اخر موجة لا وارد ان اتعب نفسي في هذه المنطقة لاحظوا عندي هذا النموذج موجة تصحيح ثم الموجة ولاحظوا هذا الخربط الموجود الان هنا اذا كانت هذه الموجة التصحيحية مفروض انه قال يعطي فرصة لان للصعود على الاقل لكسر هذه القمة ثم هذه القمة وبعد ذلك نرى كيف سيتصرف اذا زاد في الزخم وكسر هذا الجدار ثم بدأ يصحيح في الثلث الاخير هذا للصعود مع كسر مستوى 008676 تحويل وقف الخسر الى بريكيفين او حتى قبل وبعد ذلك عادت بموجة دافعة ثم تصحيح هذا يقول لان هذا كله نموذج لكل يأتي الموجة لانه سيلغى هذا لان هذا تصحيح اكبر من هذا وسنبحث عن نزول اخير لكسر هذا القاء كبداية كهدف اول مستوى 003300 والهدف الثاني سيكون هذا القاء اللي هو مستوى 001230 كهدف ثاني وبعد ذلك عندما يأتي السعد الى هذه المنطقة نفترض انه عاد اي موجة دافعة ثم تصحيح هنا هذا للصعود وسنكون متأكدين سنقول اوكي النموذج كان هو هذا الاكسباندين وسنكون متأكدين ان السوق ساعد لكي يعطينا هدف فريم الاسبوعي اللي هو الصفر الصفر ثمانية سنت او الصفر خمسة وتمانية سنت كهدف اول كهدف اول ثم الواحد دولار كهدف ثاني اذا للتلخيص اخواني اخواتي اول شيء سوف احاول ان اجد فرصة للبحث عن الصعود في هذا النموذج اولا اذا كان سيعطي فرصة ربما تصحيح في هذه المنطقة وبعد كسر القمة تحول لقف الخسرين بريك ايفن ساعد وكمل صعود وكسر القمة وطار جامل جدا ساعد وبعد ذلك عاد بموجة دافعة تصحيح فهذا يعتبر فقط تصحيح للنزول نبحث عن النزول مع كسر هذا القاع تحول لقف الخسرين الى بريك ايفن والهدف سيكون هذا القاع فقط لا اكثر ولا اقل هذا القاع فقط اوكي؟ كان هذا هو تحليلي اليوم لعملة غالة اتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس كنتم كذلك فاجروا لايك اضعوا تعليقاتكم ونسف للجو لا تنسوا ان هدفنا هو تعليمكم لا تنسوا ان تستغلوا هذا العرض اخواني اخواتي افضل العرض يمكنكم الحصول عليه في عالم تدول حاليا ولا تنسوا ان العلم نعرفك بسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته